اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احضر مسودة اعتماد على الخطاط التي وضعتها الأسبوع السابق نستعين بالخطاط التي وضعناها الأسبوع السابق وصفنا المهنة التي اختارناها اختارنا مهنة الشرطي إلى آخره استعين بالمثال الاتي مهنة الفلاح اختاروا مهنة الفلاح نستعين بالمثال اللي اعطاونا مثلا المهنة انا مزارع وفلاح المكان اعمل في قرية بين السهول والوديان وفي الحقول والمزارع الأعمال أحرث الأرض وأزرع البذور وأغرس الشتائل والأشجار وأرب الأغنام والأبطال الشعور أحب مهنتي لأنها تزود الناس بالزرع والخضر والفواكه واللحوم إذا اعطاونا هذه المهنة انا قد ندير بحال المهنة انا مزارع وفلاح انا بطبيعة الحال قد نختار شيء مهنة أخرى المكان اي فين كدر هذه المهنة اعمل في قرية بين السهول والوديان وفي الحقول والمزارع الأعمال زمن أعمال اللي كانقوب بها الفلاح أحرث الأرض وأزرع البذور وأغرس الشتائل والأشجار وأرب الأغنام والأبقار وخصص في الأخير سوف نذكر الشعور أحب مهنتي لأنها تزود الناس بالزرع والخضر والفواكه واللحوم نختار مثلا مهنة أستاذ نحاول أن نهضر عليها نركز معي نكتب وبدأ اختار مهنة أحبها وأصفها إذن قلنا ندروا بحالة الخططة المثال اللي عندنا ندروا المهنة المهنة كما قلنا أغرس نختاره أنا أستاذ أنا أستاذ كما قلنا المكان ندروا على المكان ندروا هذه المهنة المكان سنقول أعمل في المدرسة وداخل القسم أعمل في المدرسة وداخل القسم ندروا على الأعمال أعمال قد نقول أعلم التلاميذ القراءة والكتابة والتربية والأخلاق والحساب إذن أعلم تلاميذ قراءة قراءة والكتابة والتربية والأخلاق والحساب إذن هنا بخصص الأعمال التي يقوم بها كمهنة للأستاذ الشعور إذن الشعور سنقول أحب مهنتي لأنها تعلم وترب الأجيال وتخرجهم من الضلام من الضلام الجهري إلى نور العلم والمعرفة الآن أحب أحب مهنتي لأنها تعلم وتربي أجيال وتخرجهم وتخرجهم من الضلام أو من الضلام الجهري إلى نور العلم والمعرفة أحب 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 إذا نخسر أن نقلنا مهنة الأستاذ نحن وصفناها حسب الزماء المثال اللي اعطانا دير الفلاح إذن المهنة أنا أستاذ المكان أعمل في المدرسة وداخل القسمي الأعمال أعلم التلاميذ القراءة والكتابة والتربية والأخلاق الشعور أحب مهنتي لأنها تعلم وتربي الأجيال وتخرجهم من ظلامي الجهلي إلى نوري العلمي والمعرفة نحاول نشرحوا شيء مهنة أخرى مثلا نختاروا مهنة الطبيب نختاروا مهنة الطبيب نحن نشرحها اللي يعزي عليهم مهنة الطبيب يكتب على مهنة الطبيب نضع المهنة أنا طبيب أنا طبيب أعمل في عيادة الخاصة وفي المستشفى أعمل في عيادة الخاصة وفي المستشفى الأعمال الأعمال أفحص المرضى بالسماعة وأكتب لهم وصفة الدوائي وأقيص لهم الضغط ونسبة السكر لديهم كما أطحر الزروحة وأجري العمليات الجراحية يعني هو الأعمال للطبيب نحن نكتب أفحص أفحص المرضى أفحص المرضى بالسماعة وأكتب لهم وصفة الدوائي وأقيص لهم الضغط ونسبة السكر لديهم أفحص كما أطهر الجروحة وأجري العمليات الجراحية أفحص المرضى بالسماعة وأكتب لهم وصفة الدوائي وأقيص لهم الضغط ونسبة السكر لديهم كما أطحر الجروحة وأجري العمليات الجراحية أما بخصوص الشعور أحب مهنتي لأنها تخفف عن الناس ألامهم وقد تنقذك الشعور قلنا أحب مهنتي أحب مهنتي لأنها تخفف عن الناس ألامهم وقد تنقذك أحب مهنتي لأنها تخفف عن الناس ألامهم وقد تنقذك أحب مهنتي لأنها تخفف عن الناس ألامهم وقد تنقذك إذن أعزائي الكرام أعزائي الكريمات متسبب في قناتك وشتلي كان هذا هو درس اليوم التعبير كتابي وأختار منها سنحبها وأصفها صفة رقم 31 من كتاب اللغة العربية مرشدي في اللغة العربية المستوى الثالث من التعليم الإبتدائي أتمنى أنكم تكونوا السفت شمعنا في الفيديو ودعوا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله أعلمكم في رعيات الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر